عاش رجل صالح وعالم في أرض كنعان يدعى بالعام ابن باعراء ما العمل؟ لقد جفت الأرض تماما كيف سنأكل طوال العام يا أبي؟ لا أدري يا كاسبي اسمع يا صور، ليس أمامنا إلا أن نستنجد بعالمنا بل عام، إنه هائم في صومعته طوال الوقت ولا يشغله شيء من أمور الدنيا إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الضمأ نعم، لا يفكر إلا في الصلاة والعلم كفاكم سخرية من الرجل لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاؤه مستجاب هل صحيح أنه يعرف؟ اسم الله الأعظم؟ لست أدري، المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف يا سيد بلعام يا سيد بلعام ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح كيف لعالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم؟ أي أسرار يا سيد بلعام؟ أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى تحدث معي أنا يا بلعام إن الأرض جافة كما ترى هذا صحيح، بسبب عدم سقوط الأمطار ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا وسوف نكافئك بسلال الفاكهة ليس بالعام من يفكر في الطعام يا رجل سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم يا رب دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء جاء المطر، هذا رائع الشكر لرب بلعام المطر وفير سيكون المحصول وفيرا هذا العام الحمد لله يا رب الحمد لله والشكر لك إلى أين تذهب يا بلعام؟ الشمس غربت هذا موعد خلوتي وصلاتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لقد كلفنا آل كنعان جميعا أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى إننا في خطر عظيم يا سيد بلعام أي خطر؟ ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولن يؤذوكم في شيء؟ إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينون بنا شر اختصروا في الحديث أريد أن أخلو لعبادتي ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائكم الصالح أجون انت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه؟ إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيرتك ويلكم هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل عدت للمساومة يا رجل إنه لم يقصد يا بلعام بلعام؟ بلعام؟ هكذا دون سيد؟ هيا أغربوا عن وجهي أغربوا ولا تعودوا ثانية وأتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلف أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا أمير؟ أنا الأمير؟ نعم ستكون حاكمنا وولي نعمتنا ولك منا المنزلة والمكانة لا نقطع أمرا إلا بك ونقسم لك على الولاء والطاعة ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقولوا عني كبير القوم ولا رئيسهم إنني أحب التواضع فقط قولوا إنني عالم لم نسمع رأيك يا سيد بالعام يا علمنا العظيم ها؟ هل ستدعو على موسى وقومه؟ أيها الناس يا أتباع بالعام ورعيته ما دامت هذه رغبتكم جميعا سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بالعام قرر بالعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث هيا يا كسول ماذا دهاك أيها الحمار؟ أتوقعني من فوقك؟ ليس لك إلا العصر ويحك يا بلعام أين تذهب؟ ها؟ ها؟ الحمار يتكلم؟ هذا أمر عجيب أعجب منهما تنوي أن تفعله وما شأنك أنت بما أفعل؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي؟ الملائكة تردك؟ لماذا؟ ألا تعلم؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ نعم سأفعل ولا تحاول التدخل في حياتي مرة أخرى أنا حر أنا حر لم يعد إلا للحمار يعرفني الثواب من الخطأ خذ 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 وصل بلعام وصل بلعام مرحبا يا بلعام أقد وصلت أخيرا صمتا لا تزعجوا السيد بلعام تفضل بالدعاء اللهم 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 بحق اسمك الأعظم أهلك أهلك قومي سيد بلعام اللهم انصر اللهم اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى أتدري ما تصنع يا سيد بلعام؟ أنت تدعو له وتدعو علينا؟ هم؟ هم؟ دعوني الآن ماذا فعلت يا رجل؟ هذا شيء قد غلب الله عليه والله غالب على أمره لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا وماذا في ذلك؟ هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا؟ لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول ثم إن الله يحمينا يا زمري ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما؟ كافا؟ لقد سئمت من ترتيد قصة هذه المعجزة ما الذي يدور في رأسك يا بني؟ إننا قوم أقوياء وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا لم نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى فلننتهي من هذا الجدل العقيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ لا يهم من أنا وكيف دخلت؟ المهم من أنت؟ وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس؟ أنا بالعام سيد القوم وسوف أخرج إلى الناس وماذا تقول لهم؟ أنا فاشل أنا لست عالما ولست صالحا ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء كفى أرجوك أتحب أن تضربني بالعصى مثلما ضربت الحمار الذي نصحك لا تستهزئ بي وحاول أن تساعدني حسنا لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة أنت في موقف بالغ الصعوبة هذا صحيح لقد خسرت الدنيا والدين خسرت الدين هذا مؤكد أما الدنيا فما زال هناك أمل كيف؟ كيف؟ تدبر لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم هذا صحيح سأفكر وأتدبر لماذا جمعتنا يا بلعام؟ اسمي السيد بلعام يا سور لا لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا تأدب يا سور كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام اسمعوني جيدا جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلهن إلى أعدائكم المؤمنين ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها خسئت يا بلعام أهذه عفتك؟ انتظر حتى يكمل حديثة إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس هذه ابنتي كاسبي أرسلتها لتؤدي مهمتها متطوعة لصالح القبيلة هذا ما كنت أنتظره منك يا سور العطور الجميلة الفاكهة الطازجة من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح بابا للشيطان الرجيم لم أبيع شيئا حتى الآن ولم يحدثني رجل واحد حاولي مرة أخرى يا شروات خذ مني الفاكهة فشلت خطتك يا بلعام لم تفشل بعد لننتظر قليلا لقد عادت النساء جميعا إلى هذه الدرجة تبلغ قوة إيمانهم بربهم؟ لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيالي كيف يحدث هذا؟ أين منتك كاسبي يا سور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى هي أملنا الأخير إذن؟ هي قد عادت كاسبي أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى الزمري إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام عظيم نجحنا أخيرا نجحنا لقد هلكوا بالفعل سقط واحد منهم في المعصية وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني لقد رأيتك واقفا مع الفتاة التي تبيع الفاكهة ثم اختفيتما من أمامي هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لست ما أوصي أعلي بماذا تشعر؟ أشعر بآلام شديدة وإعياء إنك محموم يا أخي في الله أشعر بغثيان أيضا أسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى لا تزعجوا نبي الله في خلوته إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل أنا أيضا أنا أيضا أشعر بألم بطني كان لبلعام ما أراد حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره لا بد أن يشرب الجميع نخب انتصارنا على قوم موسى سمعت أن الطعون يفتك بهم فتكة هذه هذه واحدة من مئات الحيال والأفكار العبقرية في رأسي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هل تشعر بالتحسن؟ بل بل الحالة أسوأ إلا متى نسكت على هذا الهوان ونحن لاعلم أسباب الوباء لا تعود لهذا الحديث أرجوك هل تريد مني شيئا آخر؟ نعم ماذا؟ أجبني سل نبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته آه أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله لماذا أنت مقدب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري حقا؟ خبر سيء إذن أستطيع أن أخذ نصيبه من الطعام فأنا وكاسبي جائعان جدا هذه الليلة لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى هم؟ ومن سيمنعني؟ أنا أنت؟ يا لك من مغرور مصيبة مصيبة لا تتحدثوا كالكلاب اهدأوا اهدأوا وأخبروني ماذا جرى ابنتي ابنتي السيد بلعام ابنتي قتلت قتلها في الحاص هي وصاحبها زمري ليتخلص قومه من الوباء أعدها إلي أرجوك أجونينت الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث أنت الذي قتلت ابنتي تأدب أنت تخاطب أميرك وقائدك لم أكره ابنتك على شيء هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها تذكر هذا جيدا ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما قد أكون مخطئا ولكني أردت الخلاص لقومي ليس بهذه الطريقة ألم تشفى من مرضك وغادرتنا الفئران آخذة وباء الطاعون إلى بعيد نعم هذا حدث ولكن القتل جريمة نكراء والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى الحق أننا أخطأنا كثيرا في حق أنفسنا كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها سنفعل إنني جائع وعطشان يا إبليس لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام إنني في أزمة وسوف أرد إليك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا لا تسخر مني سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك أنت الذي أضللتني كاذب لقد كنت عبدا صالحا مستجابة دعوة فانسلخت من آيات الله أنت الذي فكرت ودبرت للشر لا أنا أتتخلى عني الآن؟ بالطبع إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنت لا أريد شيئا منك اذهب إلى الجحيم اذهب سأذهب وسأنتظرك هناك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة كان رجل يعيش مع ابنته في بيت له حديقة تفضل يا حج سعيد ألا تقولين يا أبتاه أبداً مثل كل البنات أولاً لأنك منذ أنعم الله عليك بحج بيته الحرام وأنت تحب لقب الحاج هذا صحيح وثانياً ثانياً أحب اسمك يا أبي وأجد راحة وفرحة عندما أردده بارك الله فيك يا نجلة وأنعم عليك بالزوج الصالح الذي يقدر صفاتك الطيبة كل ما يأتي به الله خير يا أبي هيا قل بالهناء والشفاء أريده أن أحدثك في أمر مهم إنني أحتاج في تجارتي إلى مبلغ كبير من المال وهناك دين يجب أن أرده في موعده باعز البيت الكبير إذن يا أبي واشتري بيتاً صغيراً يفي بحاجتنا سبحان الله هذا ما كنت أود أن أقترحه عليك يا أهل المدينة يعلن الحج سعيد التاجر المعروف عن عرض بيته للبيع وللبيت حديقة كبيرة سبحان الله يا لها من مصادفة يا أهل المدينة انتظر يا حضرة المنادي نحن غرباء أين بيت الحاج سعيد عند ضفة النار في آخر هذا الطريق سمعت يا أبي بيت يطل على النهر وبه حديقة كبيرة هذا ما كنا نبحث عنه المنزل فسيح ولكن الحديقة غير مثمرة هذا صحيح عملي وتجارتي لا يسمحان لي أن أعتني بالحديقة كما ينبغي ابني متعجب لماذا تريد أن تبيع هذا البيت؟ هل به عيب؟ شاهد البيت بنفسك يا سيد عامر ليس به أي عيب نريد أن نرى حجم هذه الغرفة أأم عذرة هذه غرفة ابنتي وهي بداخلها أبي قل للضيوف أن يتفضلوا ويعاينوا الغرفة لا داعي أبدا لا نريد أن نزعجك والآن نتحدث في موضوع البيت كم تريد ثمنا له؟ إنني أعرضه بألف درهم ما رأيك يا بني؟ إنه يساوي الألف وأكثر إذن قبلنا ولو أن الحديقة ستحتاج إلى مجهود كبير الحمد لله وجدنا هذا البيت الصغير بخمسمائة درهم فقط إنه بلا حديقة ولكنه مناسب على كل حال لسنا في حاجة إلى الحديقة يا أبي والأهم أنني رددت الدين الذي علي لصاحبه الحمد لله هذا أهم شيء بالفعل دعلي هذه المهمة يا أبي حسنا ولكن ترفق بنفسك الأرض تأخذ وقتنا في الإصلاح لماذا توقفت يا بني؟ شيء صلب تحت الفأس ربما حجر كبير لا يا أبي انظر كأنها جرة من الفخار إنها بالفعل جرة كبيرة ساعدني يا أبي إنها ثقيلة انظر يا أمجد الجرة مملوئة بقطاع الذهب كنت بأشد الحاجة إلى هذا المال فقد أنفقت كل ما أملك في شراء هذا البيت ولكن هذه الجرة ليست لنا كيف؟ إنها في أرضنا بل في أرض الحاج سعيد الذي باع لنا البيت ولعلها ورث عن أجداده أنت على حق يا بني هيا هيا لنعيدها إلى صاحبها للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة الحمد لله على كل حال من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد نحن من اشترينا منك بيتك القديم سأذهب إلى الداخل يا أبي أهلا بكما يا سادة تفضل معذرة جئناك في وقت متأخر وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك وهي بالتأكيد تخصك لا إنها ليست لي إذن لأحد من أجدادك فقد كانت مدفونة في حديقتك ولكن الحديقة لم تعد ملكي فقد بعتها لكما مع البيت بعت لنا البيت والحديقة بألف درهم وهذه الجرة تساوي مئة ألف درهم فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما أملك المكان اسمع يا سيد سعيد لن نستحل شيئا ليس من حقنا خذ وأنا لا أخذ شيئا أبدا بعد أن بعته خذ اسمعي الكلام ولا تعاند يا سيدي أتقول إنني معاند؟ أتسمع قول أبيك يا أمجد؟ نعم وأراه على حق وأنت أيضا؟ إذن لنذهب إلى القاضي نذهب إلى القاضي لماذا لم تحاول يا أبي أن تحل المسألة دون اللجوء للقاضي؟ إنه متمسك برأيه فهل تقبل جرة من الذهب ليست لنا؟ معك حق ألم تجد طريقة لإقناعه؟ حاولت معه كثيرا دون فائدة السيد عامر والسيد سعيد أدخل إلى حقا أدخل إلى حضرة القاضي تفضل بالدخول يا سيد عامر لي فتاة واحدة تجلس هناك نعم رأيتها وأنت يا سيد عامر؟ ليس عندي سوى هذا الولد أمجد هل أنت متزوج يا بني؟ لا يا سيدي ليس بعد هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم بالتأكيد أكبر وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي حسنا حلت القضية سيتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة وأنفق عليهما من المال وتصدق تحقق دعائي لك يا ابنتي بورك لكما في الزواج وفي الكنز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قبل ملايين السنين خلق الله العالم الكواكب والنجوم والسماوات وخلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق الله الأرض لم تكن الأرض مثل ما هي عليه اليوم كانت البحار تغمرها والنيازك تضرب الأرض والبراكين تبرز من الجبال مشتعلة ترمي بحممها إلى أن هدأت الأرض واستقرت وبدأت مظاهر الحياة فيها من حيوانات ونباتات تهيأت الأرض لاستقبال أول إنسان أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة فقالوا سبحانك ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بعث الله الملك جبريل ليأتيه بتراب من أديم الأرض من المرتفعات والسهول ومن الأرض السفخة المالحة ومن الأرض الخصبة العذبة ومزه التربة بالماء وأصبح الطين المتماسكة فشكل منه ما يشبه هيئة الإنسان فتبخر الماء وأصبح الطين حجرا صلبا يابسا ثم نفخ الله من روحه في هذا الصلصال فدبت فيه الروح وأصبح بشرا سويا يتنفس ويدير نظره يمنة ويسرة أخذ يتأمل حاله وجاءت اللحظة الفارقة بين الحق والباطل إنها لحظة الاختبار الكبرى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أمر الله أن تسجد الملائكة لآدم أن تسجد لما خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه سجدت الملائكة جميعا فالملائكة لا تعرف شيئا سوى طاعة الله ولكن كان هناك مخلوق آخر لم يسجد كان إبليس وهو من الجن في عداد الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود إكراما لآدم عليه السلام وكان إبليس مخلوقا من النار شديد الطاعة لربه كثير العبادة له حتى استحق من الله أن يقربه إليه ويضعه في صف الملائكة ولكن إبليس عصى هذه المرة الأمر الإلهي بالسجود لآدم وشمخ بأنفه وتعزز بأصله قال الله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنا خير منه لقد خلقتني من النار أما آدم فمخلوق من الطين النار أفضل من الطين أأسجد لمن خلقت طين قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ربي ربي إني لم أقصر في طاعتك وعبادتك أمهلني أمهلني يا رب أمهلني إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال الله عز وجل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأغوينهم أجمعين أعطى الله سبحانه وتعالى إبليس اللعين ما طلبه من نعيم الدنيا والسلطة على بني آدم الذين يطيعونه وجعل مجراه في دمائهم ومقره في صدورهم إلا الصالحين منهم فلم يجعل له عليهم سلطان عصى إبليس الأمر الإلهي بالسجود لآدم وظل يلتمس الأعذار إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيه من السجود لآدم وما فتأ يتذرع بطاعته وعبادته لله تلك العبادة التي لم يعبد الله بمثلها ملك مقرب طرد الله إبليس المتكبر من حضرته طرده من رحمته فحقد إبليس على آدم حسده أولا ثم حقد عليه وأصبح شغله الشاغل كيف يقضي على آدم وكيف يضله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أرد الله تعالى أن يعلم الملائكة حكمة خلق آدم عليه السلام فسألهم عن أسماء بعض الأشياء فردت الملائكة بتنزيه الله وأنها لا تعلم شيئا وكان الله قد علم آدم الأسماء كلها فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم آدم فأدركوا حكمة الله سبحانه وأن هذا المخلوق الترابي قد استحق التكريم منهم بالسجود له وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون خلق الله آدم وحيدا لا يجد من يألفه ويشاركه أفراحه وأحزانه ولما نام آدم واستيقظ ونظر إلى جانبه فقال آدم من أنت لم تكون هنا قبل أن أنام فقالت حواء نعم فسأل آدم هل جئت خلال نومي فأجابته حواء نعم فقال آدم من أين جئتي قالت حواء جئت من نفسك وأنت نائم خلقني الله من ضلعك فسألها آدم ولماذا فعل ذلك فأجابت حواء لتسكن إليه فقال آدم الحمد لله كنت أشعر بالوحدة فقالت حواء سألتني الملائكة عن اسمي قبل أن أنام ولكن ما أدري ما أجيب فقال آدم سأسميك حواء لأنك خلقت مني وأنا إنسان حي ثم قال الله له أسكن أنت وزوجك الجنة ولكن الله حذره أن يقرم من هذه الشجرة أو أن يسمع كلام إبليس فيخدعه لأن إبليس يحسده وهو عدو له ولزوجه توعد إبليس لآدم أنه سينتقم منه هو وذريته بل إنه جاهر أمام رب العزة بهذا الوعيد وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم وسلاح إبليس هو الغواية والإغراء والوسوسة ووصف الحق تعالى كيد الشيطان بأنه ضعيف وقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا امرح يا آدم امرح وتمتع أنت وزوجك تمتع قبل أن تحرم منها إلى الأبد سأدعوهما ليأكل من تلك الشجرة وعندها ستشقى يا آدم ستشقى وسوف تطرد من الجنة أنت وزوجك هل لا؟ هل رأيتما أشجار الجنة كلها؟ يقول آدم نعم رأيناها جميعا وأكلنا من ثمارها أكلتم من ثمارها ما فائدة ذلك؟ ما فائدته وأنتما لم تأكل من شجرة الخلد إنها شجرة الملك الملك الدائم والحياة الأبدية وعندما تأكلان من ثمارها تصبحان ملكين في الجنة يقول آدم لقد نهانا ربنا عن الاقتراب منها لو لم تكن شجرة الخلود لما نهاكما عنها إنني أنصحكما أن تأكل منها عندها سوف تصيران ملكين لن تموتا أبدا ستصبحان خالدين تنعمان في الجنة إلى الأبد قال آدم كيف أعصي ربي؟ لا لن أفعل فانصرف إبليس عنهما غير يائس فقد عزم على أمر ولا بد من إبرامه عزم على الانتقام من آدم ولكنه وجده لم ينسى بعد ميثاق ربه ولكي يحقق اللعين هدفه في إضلال بني البشر كان لابد أن يبدأ بأب البشر فيخرجه وزوجه من نعيم الجنة إلى شقاء الأرض ومكابدة الحياة فيها وجاءهما الشيطان للمرة الثانية بالمكر والخديعة والله إني لحزين ومهموم لأجلك يا آدم فإنك إذا ضللت على هذا الحال فستخرج مما أنت فيه إلى ما أكرهه لك نسي آدم تحذير الله عز وجل له من إبليس وعدوته وغره وتظاهر إبليس بالعطف عليه والحزن لأجله كما زعم فقال لإبليس وما الحيلة حتى لا أخرج مما أنا فيه من النعيم الحيلة الحيلة معك أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أشر إبليس إلى الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها وتابع قائلا ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين واطمأن آدم إلى إبليس اللعين مع أنه عدوه المبين ثم تذكر وقال أحقا ما تقول أقسم بالله إني لك يا آدم لمن الناصحين تأكل من الشجرة أنت وزوجك فتصير معا في الجنة إلى الأبد لم يظن آدم أن مخلوقا لله تعالى يحلف بالله كذبا ولذلك صدق إبليس وفي تلك اللحظة الرهيبة نسي آدم الميثاق الذي أخذه الله عليه فكر في نفسه أنه يستطيع أن يبقى ذاكرا لله وفي نفس الوقت يعيش حياة الخلود في تلك اللحظات المثيرة مد آدم وحواء يديهما واقتطف من ثمار الشجرة وأكل منها لقد فعلتها فعلتها خدعك إبليس يا آدم أيها المخلوق الترابي الضعيف أصبحنا جميعا عصاع خدعتك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نسي آدم ميثاق ربه ولم ينجح في أول اختبار له فكان ضحية لخداع إبليس أكل آدم من الشجرة المحرمة وكذلك فعلت حواء في تلك اللحظة حدث شيء عجيب تساقطت عنهما ثياب الجنة أصبح عريانين وبدت لهما سوآتهما وكانا يشعران بالخجل من نفسيهما فذهبا يصنعان ثوبا من أوراق شجر الجنة يستر ما بدى من سوآتهما شعرى بالندم والخوف والخجل لقد ارتكب المعصية ولم يسمع كلام الله وسمع كلام الشيطان الذي فر بعيدا وتركهما وحدهما بكى آدم بسبب خطيئته وبكت حواء ليتهما لم يسمع كلام الشيطان ثم قال وهما يركعان لله ندما نتوب إليك يا ربنا فاقبل توبتنا وتجاوز عن خطيئتنا وقد ورد في الحديث أنه لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك يا رب قال يا آدم اخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني وبكى آدم لما سمع الأمر الإلهي بالخروج من الجنة وبكت الملائكة على هذا المخلوق التي سجدت له تكريما كان آدم قد تعلم من قبل أن المغفرة والتوبة والندم تغسل الخطايا لهذا تاب وأناب إلى الله قال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هداه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والمراد أي اهبطوا إلى الأرض اهبطا أنتما وإبليس إلى الأرض ستستمر العداوة بينكما وبينه سوف يستمر في خداعه لكما ولكن من يتبع أمري ومن يتبع كلماتي فسأدخله جنة الخلد أما من يكذب ويكفر فسيكون مصيره مصير الشيطان فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون أبط آدم إلى الأرض غريبا مستوحشا المكان لا أحد على هذه الأرض غيره يسير على غير هدى هو وزوجه وهنا عرف آدم أن استمرار الحياة على الأرض لا بد له من وجود تناسل وخلق أنفس من أنفس أصبح آدم جاهزا لأن يكون خليفة في الأرض يعمرها ويسكنها ولا يفسد فيها لهذا سجدت له الملائكة تصورت الملائكة في بداية الأمر أن آدم سوف يفسد بالأرض ويسفك الدماء لكن آدم يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة ولا تعرف أن المخطئ يستطيع أن يصحح خطأه ويتوب من أجل هذا خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض الأرض امتحان للإنسان هل يعبد الله كما أمره؟ أم يتبع خطوات الشيطان؟ كان آدم يعمل ويشقى ومعه زوجته حتى لا يموت جوعا وهكذا مضت حياتهما بين العمل والعبادة أصبحت الأرض سكنا لآدم وبنيه من بعده إلى يوم الوقت المعلوم وتمضي الأيام تل والأيام كانت حواء ترد في البطن الواحد توأمين ولدا وبنتا وفي البطن الثاني توأمين كذلك ابنا وبنتا فيحل زواج ابن البطن الأولى من ابن البطن الثانية ولكن كان هناك من لم يقبل بتلك القسمة أمسكت بك يا إقليمة أفلت منك ثانية لن تلحق بيها هابيل ماذا تفعلان يونة؟ ألا تخافان خطر الضار والسباع؟ أخي قابيل مرحبا هيا لتشاركنا اللعب هابيل أين أنت؟ أبي يسأل عنك فلننصرف من هنا قبل أن يحل الظلام هيا سألحق بكما مع إقليمة بل ستذهب الآن معي ولا الشأن لك بإقليمة قلت هيا اهدأ يا قابيل ولا داعي لهذه الحدة فلنهدأ جميعا يا إخوة ولننصرف من هنا جميعا هيا وكان قابيل يؤذي أخاه دائما ويستغله فيجعله يحرث له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية فكان قابيل يقوم بالحرث والزراعة وهابيل يقوم بالرعي وكان آدم يتألم من ذلك ونصح ابنه قابيل فقال له كن طيبا يا قابيل مثل أخيك لا تكن شريرا إن الله لا يحب الأشرار ولكنه كان عنيدا ولا يستمع لنصائح أبيه وأصبح قابيل صيدا سهلا لحبائد الشيطان ووسوسته فأمثال قابيل هم من يبحث عنهم إبليس وأعوانه ليضلوهم عن الصراط المستقيم ألن تأتي لمساعدتي يا قابيل لقد تعبت إني أقوم بالعمل وحدي ابقى مكانك لا تأخذك به شفقة إني أخذ قيلولتي تحت ظلي هذه الشجرة ولا أشعر بالرغبة في العمل هيا واصل عملك ولا تتكاسل ولكنها أرضك أنت وأنا أريد أن أرع غنمي وأخشى عليها من الذئاب والسباع ما هذا؟ ما هذا؟ كيف تجرأ عليك هذا الهر يا قابيل؟ كيف؟ لا لا إنه لا يكن لك أي احترام ولا يهابك كن حازما معه كف عن الشكوى يا هابيل وافعل ما أمرك به لو كنت تحسن معاملتي لأديت هذا العمل عن طيب خاطر هداك الله يا أخي هداك الله هل سمعت ما قاله؟ هل سمعت؟ قابيل إنه يسبك لا 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 لقد تجاوز حدوده معك ولا بد من تأديبه هيا هيا انهض ولا تأخذك به رحمة هيا بماذا كنت ترخي وتثبت ويهلعين؟ أسمعني صوتك هيا انهض نعم نعم هكذا يا عزيزي كي يعلم أنك الأقوى والأفضل نعم حتى يخشاك ولا يعصي لك أمره كنت أدعو الله أن يهديك يا أخي وأن ينجيك من الشيطان إنها المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يخوضونها على علم والعاقبة مكشوفة لهم في وعد الله الصادق الواضح المبين وعليهم تبعت ما يختارون لأنفسهم وقد شاءت رحمة الله أن لا يدعهم جاهلين ولا غافلين فأرسل إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين قابيل يكره أن يراني مع أخي هابيل ويتعمد إهانته أمامي لا أظن أن الأمر يتعلق بك يا أختا كل ما في الأمر أن قابيل يشعر أن أخاه هو المقرب لأبينا وهذا ما يضايقه أتمنى أن لا يتعبى الأمر ما تقولين ولكن القلق ينتابني خوفا من حدوث شيء بينهما اترد هذه الأفكار السيئة يا حبيبتي واهدئي هيا هيا بنا دعني واهدي الآن يا ليبودة وسألحق بك بعد قليل كُلْ 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 وَاشْرَبْ وَتَمَتَّعْ يَا آدَمْ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَكْ سَأَقْعُدُ لَهُمْ بِالْمِرْصَادْ سَتَكُونُ لِي أَنَا أَيْضًا ذُرِّيَّةْ تَمْلَأُ الْأَرْضِ هو أتباع يتبعون أمري ويفسد عليكم حياتكم ولما كبر أبناء آدم قرر أن يزوجهم لكي يستمر نسل البشر على الأرض وكانت حكمة الله أن يزوج كل واحد من أخت التوأم الآخر فكان على قابيل أن يتزوج من ليبودة وهبيل يتزوج من إقليمه وهذا ما جعل الحقد والغيرة تشتعل في قلب قابيل أرد إبليس أن يدفع جميع البشر من آدم وذريته إلى المعصية وأن يشعل بينهم العداوة والبغضاء فراح يوسوس لأبناء آدم حتى استطاع أن يوقع الفتنة بينهم ويشعل نار العداوة والشقاق بين الإخوة جميعا أكاد أشم رائحة الدم وقد غطت كل مكان في الأرض يا زيتونة ماذا تقصدين يا ياقوتة؟ إنه سلسال الدم بين ذرية آدم سلسال لن ينتهي حتى قيام الساعة لقد صدق ظن إبليس فيهم وستكون الخطيئة الأولى التي لن يغفرها الله إنه الصراع الأزالي بين الخير والشر طالما وجد إبليس على هذه الأرض إلى متى هذا التخصم بينكما يا إخوة؟ أما أنا الأوان لتصفى قلوبكما؟ أنا لا أحمل أي ضغينة تجاه أخي قابيل بالعكس أنا أحمل له كل الحب والود لن تصفى القلوب حتى يعود الحق لأصحابه أي حق يا قابيل؟ إقليمة توأمي وأنا أحق بها آه لئتني اختفيت من على وجه الأرض ولا أرى ما يحدث بينكما أنت تريد أن تأخذ ما ليس لك هل أحدثك مرة أخرى عن ما سنه أبونا وأصبح عرفا؟ وأنا لا أعترف بهذا العرف يا هابيل إن قابيل يعلم جيدا أنك الأحق بتوأمه فلهذا يكرهك ويحقد عليك ابتعدي أيتها الأفكار والهب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم يا قابيل لابد أن تحسم هذا الموقف لصالحك مهما كلفك الأمر لا تكن طيبا هكذا يا هابيل فأنت الأحق بإقليم الجميلة دافع عن حقك وإقليم من حقك أنت أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم أراد قابيل أن يستأثر بأخته وتوأمه ورفض زواجها من هابيل فكان القربان هو الحل فأيهما قبل الله قربانه فهو الأحق بها أبي أنا لا أريد أن أعصي لك أمرا ولكني لا أوافق على فكرة القربان أخي من سيتقبل قربانه ستكون إقليم زوجته لا لن أسلم لن أسلم قابيل قابيل إلى أين أنت ذاهب قابيل قابيل أبي جئت إليك أطلب الصفح عن ما بدر مني في ساعة الغضب يمسح آدم على رأس ابنه ناصحا إياه بالابتعاد عن طريق الشيطان إن الشيطان نزغ بيني وبين أخي هابيل فيروي له آدم كيف أن الشيطان يترصد من يتمكن الحسد والطمع من قلبه وحذر آدم عليه السلام ابنه قابيل من هاتين الخصلتين أبي لن يتمكن الشيطان مني لقد قبلت بحكمك قبلت بالقربان فادعوا الله لي يا أبي امتثل الأخوان قابيل وهابيل لما حكم به آدم عليه السلام بأن يقدم كل منهما قربانا بعد أن أوحى له الله بذلك حتى ينتهي الخلاف بين الأخوين وها هو هابيل يتخير من أغنامه أثمنها وأملحها ليقدمها إلى الله قربانا ترى ماذا ينويين؟ إنه ينتقي أعواد القمح ليقدمها قربانا قابيل أيضا أعد قربانا؟ ماذا أعد؟ أعوادا من القمح فلنترقب من ستقبل السماء قربانا لا شيء لدي سوى أعواد القمح أقدمها قربانا ماذا تفعل يا قابيل؟ كما ترين أعد قرباني لقد أحسن هابيل اختيار قربانه قابيل أيها الأحمق ما هذا الذي تحمله؟ إنها أعواد قمح يابسة إبليس وجنوده يشعلون نار الكراهية والضغين بين الأخوين ها هم يترقبون ما سيحدث لقد نجح إبليس في إغواء قابيل وإضلاله ومضر اثنان إلى التلال وراح هابيل يسوق كبشه وتركه فوق التل وراح هابيل يسجد متضرعا لله أن يقبل قربانه وصعد قابيل التل وألقى بكوم القمح بالقرب من كبش هابيل وقد بدى عصبيا لا يدري ماذا يفعل ولم يتقبل قابيل رفض الله قربانه برضا وخضوع بل واجهه بتمرد واحتجاج واتجه إلى البغي والعدوان فبدأ بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن قائلا لا أقتلنك في لهجة تنضح بالحقد والحسد الطاغي الذي ينفجر في صدره كالحمم ناسيا أنه حكم الله وقضاؤه ولكنه الحسد ذلك الحسد الذي يواجه فيه الحاسد المحسود من غير ذنب جناه إلا أن الله أنعم عليه ولم ينعم على الحاسد هابيل أين قابيل؟ لا أدري إلى أين ذهب لم يرضى بحكم القربان وتوعدني بالقتل ما ستقول؟ ما سمعته يا إقليمة قالها في لحظة غضب وأكد أنه لا يعني ذلك لا مددت إليه يدي فأبى ووعدني بالقتل نظرة عينيه أخافتني أدعو الله أن يعود إلى رشده دعا آدم لهابيل أن يتقبل الله قربانا ولم يدعو لك لقد خدعوك كلهم تآمر عليك أيها المسكين وماذا عسايا أفعل الآن؟ خذ حقك بيدك ولا تستسلم لقد هجرتهم هجرت الجميع ولن أعود إليهم لا 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 يا قابيل يجب أن تعود ولكن لا بأس أن تختلي بنفسك بعض الوقت لتعيد ترتيب أفكارك ثم بعدها ماذا بعدها؟ بعدها تعود لتأخذ حقك حقك الذي سلبوه منك إقليمة إقليمة؟ لم تعود لي ولكن لا ستكون لي نعم إقليمة لي وحدي وحدي أنا لا أعرف سوى كلمة واحدة سأقتلك يا هابيل قلت هذا كثيرا أنت أجبن من أن تقتل رك تتظاهر بالشجاعة اعلم أنني لا أخافك حقدك وحسدك جعل منك شيئا حقيرا تافه النفس لا تنصت أقتلك يا هابيل هابيل أخي 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 أفق أفق يا هابيل 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 كحسرات على بنيك أقدم يا آدم تبدل حال قابيل فزال عنه الغضب وركبه الخوف ترقب بلهفة أن ينهض أخوه أو يتحرك إنحنى فوقه وأخذ يهزه برفق ولكن لم يستجب ناداه برجاء فلم يستجب تطلع حوله خائفا ولكن لم يكن هناك من حي إلا الأغنام التي تبعثرت في الوادي بعد أن غاب راعيها شعر آدم بالحزن والقلق وأدرك أن شيئا ما قد حدث حين رأى أغنام هابيل مبعثرة في الوادي دون راع وأخذ ينادي على ابنه هابيل لكن أحدا لم يجب أدرك آدم ساعتها كل شيء وعرف أن قابيل قتل أخاه إنها البداية فقط يا آدم فلينفطر قلبك على ولدك هابيل حقق إبليس وعده أظلمت الدنيا في وجه قابيل وسؤال واحد كان يدور في ذهنه ويرح عليه بشدة ولا يجد إجابة عليه كيف يخفي جثة أخيه وبينما هو غارق في مخاوفه وأفكاره رأى أمامه شيئا عجيبا ما أحزنه من مشهد قابيل لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه ما كان أغناه أن يعيش هذه اللحظة البائسة فلتعض أصابع الندم أيها البن العاق على ما أجرمته في حق أخيك خدعه إبليس وأضله ثم تخلى عنه ما أشد لوعة قلب آدم وحواء على مخاوفه دعينا نشاهد ماذا سيفعل هذا الشقي يا ويلتي يا ويلتي أحجست أن أكون مثل هذا القراب فواري سوءة أخي إنه الخسران المبين يا قابيل الخسران المبين واتنوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين بكى قابيل كثيرا لأنه قتل أخاه وبكى لأنه كان عاجزا قليل الحيلة وهو يحمل أخاه ولا يدري ماذا يفعل به فأرسل الله إليه الغراب ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه هنا أدرك قابيل كم هو جاهل لا يعرف شيئا وأن الله أرسل إليه ذلك الغراب ليتعلم منه كيف يواري سوءة أخيه اندلع حزن قابيل على أخيه هابيل كالنار فأحرقه الندم واكتشف أنه الأسوأ والأضعف وأنه قتل الأفضل والأقوى هنا حزن آدم حزنا شديدا على خسارته في ولديه مات أحدهما وكسب الشيطان الآخر وهكذا نأتي إلى نهاية قصة آدم عليه السلام في صراعه هو وأبنائه مع إبليس العين وقصة هابيل وقابيل التي تلخص لنا قصة البشرية منذ فجر الإنسانية كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكان يحسن الشكر على النعمة وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة سامر خذ مني يا بني لا داعي الكل أمامه طعام وفير بفضل الله زيادة الخير أفضل اسمع يا بني حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام تعرفينه أكثر مني يا أمي لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولا تفضل السلام عليك يا بني وعليك السلام يا عماه هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه هذا صحيح ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة شرفنا في الغد إن شاء الله شكرا لك على كل حال انتظر يا سيدي أرجوك إن ولدي لم يقصد أبدا اذهب يا سامر واسبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم لا داعي للتعب يمكنني أن أنتظر حتى الغد سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع ثم أمرني أن أستبقيك يملك المال والحقول ثم ينتشغل بغريب طاعن في السن مثلي الملك لله وحده يا سيدي ما نحن إلا عبيد وإماء تفضل معي فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم فالطيبات هناك كثيرة لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم إنه يتقرب إلى ربه يا رجل هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب آه لا داعي أفضل أن أحتفظ به لنفسي لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته هذا أغرب رأي سمعت كيف؟ اشرح لنا أكثر إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر وبدأ السؤال الأول في ذلك وكان الامتحان الأول امتحان الحق حقول أيوب تحترق حقول أيوب تحترق أيها الناس أيها الناس أعينونا بالماء سلم يا رب الفتاة هيا بنا نساعدهم هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ هممم معك حق إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول أنقاذ ماله يا لها من كارثة ضاعت ثروة أيوب بأكمالها الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه ستثبت الأيام لكم أنني على حق احذر يا سيد أن تلمسك النار لا تخف علي من النار بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو إنها أرضي يا أمي بل هي أرض الله يا بني وما جرى فيها قضاء الله هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأزى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد فقط لا تفرط في نعمة الحياة فهمتك يا أمي سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى يحميك الله يا بني ويرعاك هل أبي بخير؟ الحمد لله لم تفارق ابتسامة الرضا ليتك تقتضي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض لا يحزن المؤمن إلا إذا أزنب أو فرط في جنب الله أما الدنيا فهي زائلة يا بني يا سيد حراني أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه لتواسيه وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله لديه من الأولاد عشرة ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا يا لها من كارثة مروعة آه كيف مات الأولاد العشرة في يوم واحد؟ يقولون إن ساعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا هناك من يقولون إنهم مريض بوباء عجيب شش اصمتي إن رحمة قادمة البقاء لله يا رحمة نعلم أن المصيبة كبيرة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله استرد الحق وديعته والحمد لله على كل حال يا له من جبل صامت عمن تتحدث يا حوران عن نبي الله أيوب فقد أولاده العشرة ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم لن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله ما دمت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد هذا صحيح الصحة أهم من المال وأهم من الولد وأيوب قوي منفور الصحة لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن سبعين أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا ليتك تملك نصف قوته وصحته رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي والجو شديد البرودة ربما تعب لهذا السبب ليس مجرد برد إنه يتألم بشدة وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع اهدئي يا رحمة لكل داء دواء ما يخيفني أن جلده يصق وكذلك أجزاء من لحمه إلى هذا الحد يا له من مرض شديد أهو أيكون معديا؟ لا أدري ولا يشغلني أن تصيبني العدوى أنا فداء له نصيحتي لك أن تكوني على حذر لا أريد أن أتأخر عليه ربما احتاجني في شيء أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب أرجوكم يا سادة كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة وسوف يؤذي القرية بأسرها تكلم يا سيد حوران قل شيئا ربما القوم على حق يا ابنتي فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة إنها أرض مهجورة قد تسكنها الزئاب والحوش إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه إنسان في هذا المكان الموحش السلام عليك يا ابنتي إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة أرجو أن لا أكون قد أزعجتك انتظر أيها الطبيب إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العزم والعصب هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري أتوستل إليك أن تعالجه وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب لا أحتاج إلى الذهب وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي بارك الله لك يا سيد الطبيب العلاج أن يقتل ذبابه ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الرقوع لغير الله بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته الموت عنده أهون مما تقول ابتعد إنك إبليس رجيم كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان يا حبيبي وزوجي وسيدي أنت نبي الله مجاب الدعوة فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال أعرف ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة تعبنا من عدها قال نبي الله إن الله قد من علي بالصحة سبعين سنة ألا يكون من الأدب أن يصبر سبعين عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر سبعين عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بأت كل حلي وملابسي الزائدة ولا أعرف ماذا أصنع في الغد صديقتنا رحمة جاءت كيف تعرفتي عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة أرى أطراف ظفائرها الذهبية نعم كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا شعرها ينساب كخيوط الذهب السلام عليكم ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة وأنا لم أتي لأبيه إنما لأطلب العمل عمل؟ أي عملين؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجر لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة إذن تحدثي أنت وحدك معها آسفة يا رحمة ليس عندي عمل يناسبك إنني في أمست الحاجة إلى المال ما رأيك أن تبيع لي ظفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده يا لها من حياة صعبة في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته كلام معقول ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا هذا في الظاهر لنعرف ماذا يخفي علينا نعم صحيح الناس أسرار أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب سمعت اليوم ما ألمني إنهم يتقورون عليك ويتهمونك في إيمانك قال لها نبي الله أيوب إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه يعتقدون أن الله غاضب عليك ولهذا لا يمن عليك بالشفاء أثبت لهم أنهم كاذبون ادعوا ربك أن يشفيك غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه لكنه لزم الصمت لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها لكنه لا يقدر فقال لو شفان الله لأجلدنك مئة جلدة أهذا جزائي يا أيوب؟ تجلدني مئة جلدة؟ لأنني أريد لك الراحة والشفاء سامحني يا رب باعت السيدة رحمة كلما كانت تملك من حلي ومتاع وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها رحمة لماذا جئت متأخرة؟ عفوا تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور هذه الظروف لم تعد تناسبني أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي قلت أني لم أعد في حاجة لخدمتك وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك أيمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمنا وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء أردت أن أدعوكنا لتناول الطعام معي ستأكل الخادمة معنا؟ لا إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها أليس كذلك؟ تفضلي خصي ظفيرة التي اتفقنا عليها هل اشتريتي منها ظفيرة من الشعر؟ نعم مقابل رغيف كامل من الخبز وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء واخذي بعضا من اللحم أيضا هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام؟ أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا سق يا سيدي أنا لم أفعل ما يغضبك مني ولا أتساءل الطعام أبدا بل دائما أعطي أكثر مما أخذ كل وأنت مطمئن نفيز الطعام من بيتي ما رأيك في ظفيرة جديدة؟ وقد ثبتها في رأسي كنت أسأل عن الطعام يا صعباء أنت الآن تملكين ظفيرة واحدة وأنا كذلك لا أحد فينا يستفيد بالظفيرتين معا أتقصدين؟ بالضبط تبعين لي الظفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم إنني لا أدري ماذا أقول حسنا فكري في الأمر الطعام موجود هنا في أي وقت موافقة أخذي ما تبقى من الشعر هكذا تقتضي الحكمة الطعام أجدى وأهم إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط ليرحمنا الله وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام فالجو شديد البرودة كل لأجل خاطري عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام؟ قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاما بمقابلها لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها إنني إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها لقد اضطررت لذلك لم يكن أمامي خيار آخر إما صحتك واستمرارنا في الحياة وإما زينتي سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة؟ خشيت أن ترفد بيعي لشعري وما كنت أحتمل أن أراك جائعا أرجوك أن تسامحني هناك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا له من جو عاصف الرياح شديدة اليوم أخشى أن تفسد شعري شعرك تقصدين شعر رحمة لقد صار شعري من اليوم اشتريتي الظفيرة الثانية انظري بنفسك الظفيرتان انتظري يا فتاة لا تذهبي بعيدا أين أنت؟ أين ذهب الظفائر الجميلة؟ لن أعود إلا بها ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد نزل في الماء وشرب واغتسل فذهبت عنه كل القروح وخرج سليما معافا عندها وجد أمامه ثوبا من الجنة أيها الرجل الطيب ألم تر زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد إنه رجل مريض فيه شبه منك ولكن عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلا ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب الحمد لله الذي شفاك وعفاك وردك إلى أفضل حال نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكسر منها يا نبي الله ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الزهب ولكني لن أناقشك بعد الآن ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي مئة جلدة إذا ما شفاك الله قال لها النبي أيوب إن الله أرحم بنا من أنفسنا أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه فلا أوذيك وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي لم أشعر بالألم مطلقا أهكذا انتهى عقابي كم أنت رحيم يا الله قال نبي الله أيوب الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة حاضر يا أخي رحيم سأخبر بقية إخوتنا العشرة حتى لا نتأخر عليه أتعلم أن لنا عشرة إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله نعم أخبرتني أمي رحمة بذلك خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده العشرة أو أن ينجب غيرهم واختار أبيك عادته الاستزادة من الخير والشكر ها هي أمي تقف عند الباب أسرع يا أبناء أيوب فموعد الصلاة قد حان ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقات ربه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب كان سيدنا داود عليه السلام في أول صباه عندما قامت الحرب بين طالوت وجلوت وكان له الكرم من الله أن قتل جلوت وكان طالوت قد أعلن أنه من يقتل جلوت سيزوجه ابنته ويقاسمه في حكمه وبعد انتصار سيدنا داود عليه السلام على جلوت بدأ بخوض المعارك والانتصار بها وبدأت المكائد من حوله فخرج من القرية باحثا عن مكان يجد فيه الأمان فما كان من بعده إلا أن اجتمع بني إسرائيل على أن يعود سيدنا داود عليه السلام ليحكمهم بعد موت طالوت إن ما يفعله داود عليه السلام من أجل صلاح بني إسرائيل لا ينكره إلا جاحد فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منها ورغم كل هذا فداود النبي عليه السلام لا يكف عن مناجات ربه وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام وظل داود عليه السلام يعبد ربه فكان إذا قرأ في الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام كانت الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام من شدة التأثر بجمال صوته حيث كان يقرأ الزبور بسبعين طريقة مختلفة وكان أفضل الصيام صيام داود فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يتوقف عن الذكر والصلاة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن معجزات داود عليه السلام أن الله تعالى ألان له الحديد فلقد كانت من المعجزات الباهرات كان الحديد يدين في يده من غير نار يصنع منه الدروع وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده رغم أنه كان نبيا وملكا وأوشك أن يولد سليمان عليه السلام ليكمل سلسلة الأنبياء المباركة وليرث داود عليه السلام وولد سليمان عليه السلام في أورشاليم عام تسعمائة وخمسة وثمانين قبل الميلاد وكانت فرحة كبيرة من بني إسرائيل تملأ أورشاليم لميلاد سليمان عليه السلام ولم يكن سليمان عليه السلام هو أكبر أبناء داود ولكنه كان أحكمهم فقد عرضت قضية على أبيه داود عليه السلام بين راع للغنم قد دخلت خرافه لأرض رجل قد تعب في زراعة أرضه وأفسد قطيع الغنم الأرض فاحتكما لسيدنا داود عليه السلام أين ذهبت أياتها الأغنام؟ ضع ثمري وزرعي أغنامك أكلت ما شقيت في زراعته طال العام لم أقصد لم أقصد يا صاحب المزرعة حسنا إذن سأذهب إلى داود عليه السلام ليحكم بيننا فسمع داود عليه السلام لشكوى صاحب المزرعة يا نبي الله لقد أكلت أغنام هذا الرجل زرعي وثماري فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب المزرعة تعويضا له إلا أن سليمان عليه السلام قضى بأمر آخر ما قضى سليمان عليه السلام لصاحب المزرعة بأن يأخذ الغنم ويستفيد بألبانها وخيرها وأن يقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض لتعود لصاحبها كما كانت وبارك داود عليه السلام هذا الحل من ولده الذي يبلغ الآن من عمره إحدى عشرة سنة لقد أتاه الله الحكمة مثل أبيه وسليمان عليه السلام يشبه والده في خصاله النبيلة لقد عادت لك أرضك يا أخي صالحة مورقة نعم هذا صحيح لقد عادت أرضي صالحة ومورقة من جديد حسنا إذن وها هي أغنامك لم يوقس منها أي شيء بل أطعمتها وسقيتها تفضل اللهم احفظ داود وسليمان عليهم السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وفي ليلة كانت سيدتان تجلسان تحت شجرة ومعهما رضيعيهما فهجم ذئب وأكل أحد الرضيعين واختلفت السيدتان أن الطفل لها إنه ولدي إنه ولدي أنا بل هو ابني أنا ولدك قد أكله الزئ فلنذهب إلى نبي الله داود عليه السلام ليحكم بيننا وليعيد إلي ولدي ووقفت أمام داود عليه السلام ليحكم بينهما إنه ولدي يا نبي الله لقد تركت ولدها للذئب فاختطف إنه ولدي أقسم بالله الواحد الأحد إنه ولدي يا نبي الله فحكم داود عليه السلام للكبرى بالولد ولدي عاد لي ولدي يا رب أظهر الحق على يد سليمان عليه السلام فلقد خدعت هذه الكاذبة نبي الله داود عليه السلام فيدى بسليمان عليه السلام أمامهما فعرف ما كان فأعادهما مرة أخرى وهذه أيضا من المواقف التي ظهرت فيها حكمة سيدنا سليمان عليه السلام وأمر سليمان عليه السلام أن يأتوه بسكين ليقسم الطفل بينهما وأنا أواثق على اقتسام الطفل بينا لا لا أعطيها الطفل ولا تقسم ولدي أعطوها إياه حسبي الله ونعم الوكيل فعرف سليمان عليه السلام من هي أم الرضيع فأعطاه للصغرى ولدي ولدي حبيبي عدت إليه عدت إلى حضن أمك وبعد أن أسس داود عليه السلام بناء راسخا لبني إسرائيل وأقام جيشا قويا يدافع عنها حانت لحظة النهاية وحان الفراق وجاء ملك الموت عليه السلام لداود فقال له داود عليه السلام أنت والله ملك الموت فقبضت روح داود الطاهرة ومات عليه السلام مات داود عليه السلام بعد مئة عام من العطاء والحب والإنفاق في سبيل الله والعبادة والصوم والصلاة وقيام الليل والدفاع عن الحق وأصبح سليمان عليه السلام بعد موت داود هو الحاكم الملك على بني إسرائيل وأصبح سليمان عليه السلام ملكا عظيما إنه سليمان بن داود عليهم السلام وظل سليمان عليه السلام يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد استجاب الله تعالى لدعائه وأيده وسخر له من كل مخلوقاته الطيور والإنس والجن والشياطين ليبدأ سليمان عليه السلام رحلته لنشر الدين بكل ما أوتي من قوة وكان الجن يصنعون لسليمان عليه السلام الجفان وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء وقد عد سيدنا سليمان عليه السلام جيشا كبيرا ليفتح به الأرض واجتمع بقادته ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وناقش سليمان عليه السلام القادة في الحرب القادمة حيث إن أعداءه ما يزالون حوله ينوشون بسيوفهم ويرمون برماحهم بغية سقوط سليمان يا نبي الله لا بد أن نعد الجيوش للمعركة القادمة ولا بد أن يروا منا بأسا شديدا وأمر سليمان عليه السلام جنوده بالاستعداد للمعركة وبعد أن خرج الجيش وكان في طريقه وأحس النمل بخطوات جيش سليمان عليه السلام تقترب سبحان من خلق وعلم ودبر لها هذه الحاسة لكي تشعر بجريوش سليمان عليه السلام فقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهنا تجلت قدرة الله وعلمه الذي علمه لنبيه فقد سمع سيدنا سليمان عليه السلام ما دار من الحديث بين النملة وأخواتها وفهم ما قصدته النملة فتبسم ضاحكا من قولها ثم أمر جنوده بالمسير ببطء حتى يدخل النمل إلى بيوته ثم رفع سليمان عليه السلام يديه إلى السماء شاكرا الله تعالى على نعمه الكثيرة حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين واستمرت معجزات نبي الله سليمان عليه السلام وما زال يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزة خارقة وكان من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام الريح فقد كانت تستجيب لأمر النبي الكريم وتذهب حيث يأمرها سبحان الله وبحمده هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر سليمان الريح فتذهب حيث شاء وبدأت المعجزات والآيات تتوالى والدهشة تملأ القلوب والعيون مما يفعله سليمان عليه السلام في ملكه فقد اتسع ملكه ووصل لمشارق الأرض ومغاربها وأخذ يخوض المعارك ويفتح البلاد ويهدي العباد لرب العباد كان قويا عنيدا في الحق بجانب طيبته وخلقه الحسن يدافع عن ملكه ولا يتخاذل لقد ابتل الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر فقد سلب الله ملكه واستلم شيطان الملك وجلس على كرسيه حتى انتهى امتحان سيدنا سليمان عليه السلام وسليمان عليه السلام عاجز وقتها مسلوب للقوة وإما أن سليمان عليه السلام كان مسلوبا للقوة يجلس على الكرسي سواء كان هذا أو ذاك فلقد مر سليمان عليه السلام بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء بعدها رجع سليمان عليه السلام لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر فلقد وصل إيمان سليمان عليه السلام لحق اليقين ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغين أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واخذ يتفقد الطير فوجد مكان الهدهد خاليا فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين وعاد الهدهد في ذل وخضوع إلى الملك سليمان فوجده ساخطا عليه فقال له سليمان عليه السلام أين كنت أيها الهدهد وما هو سبب مخالفتك أمري سوف أعذبك أو أقتلك إن لم تأتني بسلطان مبين فقص الهدهد على سليمان عليه السلام قصته كلها وما رأى عند بلقيس فابتسم سليمان عليه السلام وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون وذهب الهدهد في مهمته ولما وصل إلى مملكة سبأ ألقى الكتاب وطار بعيدا ما رأيكم؟ أفتوني في أمري نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أنا لا أرغب في حرب أخشى من الهوان على قومي هوان لا يستطيع أحد هزيمتنا يا ملكة البلاد فنحن الأقوى دائما سأرسل إلى سليمان بهدية فإذا كان من طلاب الدنيا قانع بها ورجع وإن رفضها يا مولاتي إن رفضها فهو صاحب مبدأ لا يحيد عنه جهز الهدايا لسليمان وأولها صندوق ممتلئ بالذهب والأحجار الكريمة سمعا وطاعة يا مولاتي نظر سليمان عليه السلام إلى الهدايا وقال من أين هذه؟ هدايا من الملكة بلقيس إلى الملك سليمان فقال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون هذا ما حدث يا مولاتي اسمعوا سنذهب لسليمان طائعين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد وألو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون واجتمع سليمان عليه السلام بجنوده من الجن وقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل أن تقوم من مكانك أي قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قرب الزوال وأما قوله وإني عليه لقوي أمين أي وإني لذو قوة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك عاد الهدهد إلى سليمان عليه السلام وأخبره بخروجها فأمر سليمان عليه السلام الجن أن يعد لها بنيانا لتنزل فيه فلما جاءت قال لها سليمان عليه السلام ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فقال إنه صرح ممرد من قوارير فقالت الملكة بالقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين مات سليمان على كرسيه ولا يعلم أحد بموته عليه السلام فأخذت الجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبونه حيا قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما الغيب ما لبثوا في القفى